المهندس دعامة أساسية في بلورة الاستراتيجية الوطنية التنموية وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة وفق ما أكده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش خلال المناظرة الوطنية الثانية للمهندسين التجمعيين بحضور قيادي الحزب ومنتخبيه ومناضليه وممثلي الحزب الشعبي الأوروبي والحزب الشيوعي الصيني مضيفا أن المهندس المغربي دعامة أساسية للتحول التنموي وتسريع وطيرة التقدم هي واحد فضاء جد مهم باش يعرف بدور المهندس ومن خلال تخصصات دياله المتعددة ومن خلال دور دياله لا الجانب تقني ولا الجانب ديال التفعيل واستعمال لكل معلومات العلمية تطبيقيا والجلب دياله المشاريع نحن مسرورون جدا لحضور هذه المناظرة مناظرة تميزت أيضا بحضور وفد من المهندسين من الصين وهي مبادرة ممتازة من الحزب لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين برنامج المناظرة تضمن ورشتين تناولتا مساهمة المهندس المغربي في توطيد دعائم الدولة الاجتماعية والمهندس المغربي محرك الأوراش الاستراتيجية للمملكة لتسليط الضوء على إنجازات المغرب في المجالات الاجتماعية وجلب الاستثمار هذه المناظرة الوطنية هي فرصة أننا نتناقش على التحديات التي قدمنا وأيضا نبين أن المهندس المغربي عنده واحدة دور كبير في تنزيل كل هذه الأوراش المناظرة مناسبة للتوقيع على اتفاقية شراكة بين هيئة المهندسين التجمعيين والفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين لتعزيز التعاون التنظيمي بين مختلف الهيئات الحزبية والعمل المشترك في مختلف المجالات